اشتركوا في القناة تدقيق كل التفاصيل في تطوير الطريق الساحلي بما يوفر كل عوامل الأمان لمرتدي الطريق وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود القائمة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور والميادين بهضبط مقطم يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس السيسي في مراسم جنزة الملكة إليزابيث الثانية وشرك مدبولي في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في مراسم الجنازة وخلال حفل الاستقبال التقى رئيس الوزراء مع الملك تشارلز حيث قدم له التعازي للملك نيابة عن الرئيس السيسي كما نقل تمنياته للمملكة المتحدة باستمرار التقدم والازدهار في عهد الملك تشارلز الثالث من جانبه أعرب الملك تشارلز الثالث عن شكره لمصر على مشاعر التضامن الصادقة متمنيا لها وشعبها الدوام الاستقرار والتنمية كما التقى مدبولي مع رئيسة وزراء بريطانيا ليسترس حيث أعرب مدبولي عن تمنياته بالتوفيق لرئيسة الحكومة البريطانية في مهمتها الجديدة مع أعربت ترس عن تطلعها لتعزيز علاقات التعاون مع مصر في الفترة المقبلة تقام اليوم في العصمة البريطانية لندن جنازة الملكة إليزابيث الثانية والتي وفتها المنية في وقت سابق هذا الشهر عن عمر ناهز 96 عاما ويشارك في الجنازة المهيبة رؤساء دول وشخصيات بارزة في مقدمته الرئيس الأمريكي جو بايدن وامبراطور اليابان ناروهيتو والرئيس الفرنسي إمانويل مكهون ومن المقرر أن تبث المراسم على شاشات ضخمة في لندن وغيرها من المدن وأكثر من مئة صالة سينما انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم وسط مخاوفة من أن الركود العالمي قد يضعف الطلب على الوقود خاصة مع توقعات زيادة الإنتاج الأمريكي وأهبطت العقود الآجلة لخام بنت بنسبة 1 من 100% لتصل إلى 91 دولاراً وعشرين سنتاً للبرميل كما ترجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3 من 10% عند مستوى 84 دولاراً واثنين وثمانين سنتاً للبرميل قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لم يقرر بعد إذا كان سيترشح مجدداً لرئاسة عام 2024 وتحدث بايدن في مقابلة تلفزيونية عن عدة أمور منها أزمة تايوان حيث أكد أن بلاده ستدافع عن تايبيه حال تعرضت لغزو عسكري صيني وتطرق بايدن إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث أكد أن كييف لا تخسر الحرب وإنها تحقق مكاسب في مناطق معينة كما تعهد الرئيس الأمريكي بالسيطرة على التضخم المتصاعد في الولايات المتحدة وأعلن انتهاء جائحة كورونا في الولايات المتحدة أيضاً أدانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الهجمات على الهدود بين أرمينيا وأذربيجان وأقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي في العاصمة الأرمينية بياريفان إن الهجمات في نانجورنو كرباخ تهدد احتمال التوصل إلى اتفاق سلام إذا لازم الأمر مبينة أن أرمينيا تحظى بهمية خاصة بالنسبة إلى بلادها وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إلى الصين لعقد مشاورات ثنائية حول الأمن ومن المقرر خلال الزيارة مناقشة تفعيل وتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الأخير بين الرئيس فلاديمير بوتن ونظره الصيني شي جين بينك كما سيتم مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى زيادة تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيركول الظهر على الشاشة هذه تحياتي لؤية أبازة وهذه عودة إلى الزميلة مننا لاستكمال باقي فقرات أخبار الصباح شكرا لك لؤي